طيب بحثا عن اللقب السادس على التوالي كلام على بطولة الدوري العامل الاهلي بيحمل لقبها لخمس مواسم سابقة طبعا الاهلي بيدخل مطش ده عنده 42 نقطة افكر حضراتكم كده سريعا شاها فصلنا شوية من الدوري فنسين احنا عملنا ايه ولينا ايه والكلام ده عندنا 42 نقطة من 12 فوز حقاهم النادي الاهلي 6 تعدولات وخسارتين اللي كنت كلمت حضراتكم عليها خسارها قدام الغزل وخسارها قدام سموحة اللي احنا هنلعبهم النهاردة سموحة يمكن كمان خسران اخر مطش ليه قدام لإسماعيلي اللي يعني مع ايهاب جلال فيه نوبة فوائن كده خسر بسلاسية ودي هزيمة تعتبر نوعا ما تقيلة بالنسبة للفريق زي سموحة طبعا متفقين يعني دي قاعدة سابتة بصرف النظر عن الترتيب وعدد النقط وموقفك في الدوري بدان بتلعب قدام النادي الاهلي ثق تماما ان الفريق اللي قدامك حتى لو كان فريق لسه طالع من الدرجة التانية ولعبته مفهمش حد انت تعرفهم هيقدم مباراة عمره يعني هو اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي هي بطولة في حد ذاتها افتكروا كده لقطات من ماتش بيرومتز الفرقة ما عنداش اي حاجة تبكي عليها مش محقق اي حاجة ما عنداش طموح او امل انها اتحقق اي حاجة ورغم كده التعادل بالنسبة لهم فرحة اللعيبة تبص في عينهم تحس انهم حققوا بطولة افريقي ده قدر النادي الاهلي اي فريق بيلعبك بيبقى بالنسبة له انه هو يعطلك او ان ياخد منك نقطة او يا سلام طبعا لو اخد منك التلات نقطة ده بالنسبة له انجاز يعني ولا اعظم ولا احسن فتوقع طبعا من اي فرقة بتواجه النادي الاهلي انها تقدم اقصى ما عندها سواء كفريق كتيم على بعضه كجهاز فني او على مستوى الافراد كل لعيب عايز يقول انا هنا انا موجود عارف انه مصر كلها بتفرج على المطش ده وبالتالي عايز يقدم احسن مستوى عنده بمناسبة الارقام سموحها مش بعيد الحقيقة سموحها عنده 40 نقطة لعب مطشات اكتر من النادي الاهلي لكن طبعا عنده 40 نقطة من 27 مباراة طبعا بلعب عدد مطشات اكتر من النادي الاهلي خلينا النهاردة بيغيب عننا اقولكوا سريعا جدا يعني مش هقول القايمة احنا قلنا قايمة مبارح لكن الغيبين عن المباراة دي ناصر ماهر محمد هاني بدر بنون والتر بوليا وليد سليمان محمود متولي باكهم نيدفد ومحمد محمود لأسباب طبعا مختلفة ما بين اصابة وما بين تأهيل وما بين رؤية فنية للجهاز الفني فبالتالي دول اسماء اللي مش حضرة مع اسكواد الاهلي النهاردة في اسكندري